بيست براتيسيز المدخول القطارات وتمزيد المواطنين والزوار كمسيح يعني الفئات هذو ما يطلعوا ويهبطوا في المواصلات في دانكارك من غير لا يقصوا تيكي لا يعمروا وثيقة ولا ياخذوا أن لسي باسي كل يوم حتى في العطل وحتى في أوقات الظروة الفكرة جيت بعد بيشتعة يروح جديدة للمنطقة اللي تظم دي سات دي باقتمان بعد فترة بار شعبات خسرو خدمتهم فيها بعد ما برشم عامل ساكروا وبرشع بيتخرجوا من المدينة اللي قاعدت تخسر في العام قريب الألف ساكن وحاجة وحويجة نحافظوا على المحيط باستعمال أقل سيارات فردية وتعويضها بالتخونسبورغ داياغ من اللي يوليو المواصلات مجانية سوكين دانكارك ما عادش يعرفوا شنو ما معناها أم بوتياش أتوى الوقت تي نرجم الساقة يقف فيها في الكيس هو كيف يقف في فغوش يقول القائل فماشي خسارة لميزانية البلدية بالعكس بعد خمسة سنين عائدات البلدية اتضعفت خاطر نلقاو اللي نسبة الصياح اللي زادت 130 بالمئة في عام 2022 وعلى 16 خط كار مثلا اللي غطي قرابة 644 كيلومتر 20.5 مليون راكب استعملوا المواصلات إن شاء الله نهاركم زين اشتركوا في القناة